اهلا بكم إلى هذه النشاة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين بعد دحر داعش من احيائها الموصل تنفذ غبار الحرب نازحون يعودون واسواق تنشط وتجار يتحدون الدمار ازمة انقطاع الكهرباء في غزة المواطنون يلجأون الى الطاقة الشمسية وفي النشرة دونالد ترامب يمهد لتراجع عن انسحابه من اتفاقية باريس المناخية اهلا بكم شيئا فشيئا تعود الحياة الى احياء السحل الايمن من الموصل فبعض الاسواق عادت الى وضعها الطبيعي والنازحون يعودون بشكل متواصل في مشهد يدل على تجاوز مرحلة الخوف من داعش والاسرار على تجاوز حالة الدمار التي اصابت مناطقهم محمد الفهد ما بين ركام الحرب توغلت الحياة في السحل الايمن للموصل بعد ايام قليلة من الانتصار على داعش واعلان التحرير معظم النازحين عادوا الى احيائهم وسارعوا الى افتتاح محالهم التجارية خطوة اعطت حافزا للعائدين كي يتجولوا متحدين كل بصمات الحرب التي تسبب بها داعش الحياة رجعت بالموصل ان شاء الله ما بل ايش ان شاء الله والاوضاع الامنية فولي ما شاء الله والعمل ان شاء الله ما شاء الله الشغل والعمل كل جزيه كل من تسأل على اي كان من هائنا تسأل عن الحياة شوف ردة فعله مو كلام روحها روحها اللي تتكلم الناس توها فتحت الناس توها عادت حياتها من جديد يعني اذا احشي لك عن الفرحة والله ما اقدر عبر لك بحلة مختلفة عادت الاسواق والاماكن العامة فبعدما كان داعش يفرض قيودا على بعض المهن ها هي اليوم تفرض نفسها وبقوة الصاغة ايضا زين واجهات محالهم فيما المخابز تقدم على مدار اليوم ما يحتاجه المواطنون العائدون اما خارج الاحياء فالقوات الامنية تتولى اجراءات الحماية وتوفير الامن عودة النازحين تتم حسب الاجراءات اللازمة حسب المستمسكات كل من يمشي على بطاقة السكن مالتا وحماية الاسواق الاسواق نام فتحة وكل شي ماشي وضع امن والحياة ماشي والناس ترجع من الايسر على الايمن يعني اما يعني سايخ يومي يجب عائلة ما شاء الله اذا هي صفحة جديدة تفتح في الساحل الايمن من الموصل بعد تحقيق النصر على داعش في ظل ارادة المواطنين المعززة بمظلة الامن المتوفرة في كل احياء الموصل وازقته ايذانا ببدء فجر جديد من الحياة هكذا بدت شوارع الساحل الايمن في الموصل بعد التحرير الحياة بدأت تعود وبعض النازحين عادوا الى منازلهم مع جهود لإيصال مستلزمات الحياة وإصلاح ما دمرته يد الحرب محمد الفهد سيف الدين علي من الساحل الايمن للموصل الميادين قلصت الهند اعتمادها على النفط الخليجي الى ادنى مستوى منذ عام 2015 وذلك بعد لجوئها الى مصادر اقل كلفة واستطخفضات معروض اوبيك ورفعت تخفضات اسعار خمات الشرق الاوسط ما دفع المشتري من الهند الى البحث عن بدائل من روسيا وامريكا اللاتينية مع استمرار تخمة المعروض العالمي ما ادى الى تراجع الوردات الاتية من الشرق الاوسط بنسبة 7.5% في حزيران يونيو وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر دفعة ثانية قيمتها مليار ومئتان وخمسون مليون دولار من قرد تبلغ قيمته الاجمالية 12 مليار دولار كانت مصر قد تفاهمت مع الصندوق في 22 نوفمبر على برنامج القرد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات ويرتبط باصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب وهنأت كريستين لاجار مديرة صندوق النقد الدولي شعب مصر وسلطاتها بنجاحهم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي دفعت أزمة انقطاع الكهرباء في غزة الكثير من المواطنين والمؤسسات للجوء إلى استخدام الطاقة الشمسية كحل يخفف عنهم القليل من تبعات غياب الكهرباء أحمد غانم مكرها اضطر أبو هشام لتركيب نظام للطاقة الشمسية فوق منزله فالقطاع تيار الكهربائي ولمدة كبيرة جعل من إمكانية متابعة حياته بالشكل الطبيعي أمرا صعبا واليوم يحظى الرجل بمدة أطول من الكهرباء التي وفرت عليه كلفة البدائل الأخرى وسلبياتها كما يقول كربت يجينا ساعتين في اليوم ساعتين ولا تستطيع تعمل أي شيء فيها بتلبيش طلباتها كلها في أي بيت الساعتين لا مش كفاية مش كفاية بالتالي الحل الوحيد اللي هو إيش الطاقة الشمسية حتى المولدات مولداتها مشكلة كثير سولار أو بنزين أعطالها كثير تعمل ضوضاء للجران ولصعب البيت ونتيجة تفاقم أزمة الكهرباء ازدهرت وانتشرت أنظمة الطاقة الشمسية على نطاق واسعة فعدد من المدارس والجامعات والمؤسسات الخاصة والمستشفيات نحت نحو استخدام الطاقة الشمسية لضمان استمرار عملها في ظل الأزمة التي عادت على كثير من أصحاب الشركات ومسوقي الأنظمة بالفائدة الجيدة بالنسبة لموضوع الطاقة الشمسية اليوم صار بديل قوي عن الكهرباء العادية والدول المتقدمة صارت عليه أن تعمل محطات طاقة شمسية تكون فترة النهار تأخذ طاقة مجانية من الشمس أسعار الواحي الشمسية على مين في انخفاض فاليوم في صار فيه عندنا أنظمة صغيرة تبدأ من ألف دولار وأقال إلى أكبر هيك بكثير حسب كل واحد احتياجه ويجري يشغل والقدرة المالية اللي عنده إيش بده هو يشغل استخدام الطاقة الشمسية وصل للأراضي الزراعية البعيدة ومما ساهم في انتشاره أخيرا هو آلية البيع والشراء عبر أنظمة التقصيد وعلى فترات طويلة رواج مشاريع الطاقة البديلة في غزة ينبئ بحجم أزمة الكهرباء المستفحلة لكنه يظل بالمقابل حلا جيدا بالنسبة للناس هنا في ظل الحصار حل يأملون أن تسهم الجهات المختصة في دعمه وتعميمه للتخفيف من تبعات غياب الكهرباء أحمد غنم غزة الميادين اقترح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لمنع المهربين من تهريب مخطوطات أثرية أو أعمال فنية وقطع أثرية أخرى إلى أوروبا وهي تجارة غير شرعية يقولون أنها تمثل موردا لتمويل المتشددين المفاضية الأوروبية قالت إن بعض المتشددين يسرقون آثارا من مناطق المعارك ويستخدمون ثغرات في نظام الجمارك لبيعها داخل دول الاتحاد ويستخدمون الأموال في تنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين أوروبيين توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي نموا قياسيا للصادرات في تموز يوليو ويأمل أو أمل أن تتجاوز 155 مليار دولار هذا العام بعد تراجعها واحدا في المئة العام الماضي زيبكجي توقع بدء محادثات بخصوص تحديث الاتحاد الجمهوري بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أن يتم توقيع عليها العام المقبل مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى جعل تركيا مركزا لتجارة الذهب العالمية قالت مصادر في موسكو إن الولايات المتحدة تحاول إعاقة الخطط المشتركة بين اليابان وروسنفت للتنقيب في الشرق الأقصى الروسي مستفيدة من العقوبات المفروضة رغم إصرار بعض الشركات الدولية على السفقات مع شركات الطاقة الروسية وكالة بلومبرغ نقلت عن المصادر قولها إن معارضة واشنطن المشروع الياباني تستند إلى مبدأ أن دول مجموعة سبع يجب أن لا تتجاهل العقوبات الأمريكية وكانت روسنفت ومجموعة شركات يابانية قد وقعت نهاية العام الماضي اتفاقا للتنقيب المشترك في الجرف الروسي ببحر اليابان حذر بنك التنمية الأسيوي من أضرار شديدة قد تصيب النمو المستقبلية في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تضم ثلثي فقراء العالم بفعل استمرار تغير المناخ وهو ما سيحد من المكاسب مكاسب التنمية تقرير صادر عن البنك أوضح أن الارتفاع في درجة الحرارة سيغير بشكل جذري نظام التقصي في المنطقة وقطاعي الزراعة وثروة السماكية وتنوع البيولوجي الأرضي والبحري وسوف يطاول الأمن المحلي والإقليمي والتجارة والتنمية الحضارية إضافة إلى الهجرة والصحة طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تغيير موقفه من جديد من اتفاقية باريس للمناخ بعدما سحب بلاده منها في وقت سابق هذا العام موقف ترامب جاء من فرنسا على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور احتفالات العيد الوطني الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بكونها رائدة في مجال حماية البيئة بينما نتقدم بأمن الطاقة والنمو الاقتصادي قد يحدث شيء فيما يتعلق باتفاقية باريس للمناخ دعونا نرى ما سيحدث لكن سنتحدث عن ذلك خلال الفترة المقبلة وإذا حدث شيء فسيكون رائعا وإذا لم يحدث فسيكون الأمر على ما يرام أيضا في إثبات جديد على تأثير المصانع وانبعاثاتها سلبا على ارتفاع حرارة الأرض انفصل واحد من أطخم جبال جليد عن القارة القطبية الجنوبية وذلك بعد سنوات على تحذير العلماء من تأثير هذه الانبعاثات على درجة حرارة الأرض وثلوج القطبين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رصدت هذا الانفصال وأشارت إلى أن وزن الجبل يصل إلى ألف مليار طن بمساحة خمسة ألاف وثمانمائة كيلومتر مربع وهي مساحة تعادل حجم دولة بروناي دعا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إلى تصعيد معركتها ضد الفساد بعد يومين من تصديق دول الاتحاد رسميا على اتفاق شراكة مع كييف وقال الرئيس المفاوضية الأوروبية جون كلود يونكر إن الفساد هو إحدى أكبر مشكلات هذا البلد معتبرا أن الفساد يقوض كل جهود الحكومة وكان الاتحاد الأوروبي قد دعم أوكرانيا في نزاعها مع روسيا حول الطاقة بعد اكتشاف موسكو قيام كييف بسرقة كميات من الغاز المصدر عبرها إلى أوروبا في وقت تسعى فيه السلطات الأوكرانية إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بقبول عضويتها فيه بهذا الخبر نختم النشرة للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى موسيقى